طيب أنا عايز أكلمك على اللي فاتت وإزاي يبني عليه في اللي جاي بس في لقطة النهاردة يعني يمكن عرضتها على جمهور نادي الأهلي في بداية الحلقة حابة بوقف معاك فيها شوية لأنه كان فيها كلام كتير والأسف كان فيها عك كتير جداً فترة اللي فاتت خصوصاً بعد ماتش بيرومتز اللقطة دي متعلقة طبعاً بكابتن محمد شناوي وإنت بالتأكيد وصلك الكلام اللي تقال والمحاولات السخيفة اللقطة دي بالزبط دي لقطة في تمرين النهاردة كابتن عمو كابتن خطيب كان موجود في التمرين واللقطة دي جماعيته طبعاً مع حرس مصر الأول كابتن محمد شناوي بس أبو حميد ترجم يا كابتن عمو اللقطة دي الشناوي مختلفة عن كل أي قراء سماح الشناوي أو نقد أو إعلام أو تلفزيون من الموقف اللي حصل في مباراة بيرومتز الكابتن محمود لعيب كورة وقب لجي للنادي الأهلي دلوقتي والسند والضهر لجماهير الأهلي لاعب ورئيس نادي بيعمل كل الأدوار ربنا يقدره صحة بيعمل كل الأدوار الدور ده بالزيت محور لضهر الفرقة أو كيان الفرقة إزاي أخد بإيدك وآذر من الموقف اللي أنت فيه مع اختلاف كل الناس لو كلمتك أو رفعت من شأنك في حتة معينة بما فيهم مستر موسيماني بما فيهم اللعيبة بما فيهم الكابتن صد عب حفيز الجهاز المعاون الكابتن خطيب شكل تاني حاجة تانية لا هو السؤال هنا مين اللي ممكن يبقى مستفيد لما تكسر في قيمة زي محمد شنوي يعني احنا في النهاية بنقول أنه كل الأنداب تتنافس عشان كمان واحد من الأهداف أنه يبقى عندك منتخب قوي منتخب قوي لما يكون فيه عناصر على مستوى عالمي ده بالتأكيد يفيد مصر كلها ويفرح مصر كلها إيه اللي ممكن تستفيده لما تقول أنه شنوي مستوى متراجع أنه شنوي مش حادث مصر الأول أنه شنوي ما يروحش ده فيه ناس بتكلم أنه شنوي ما يروحش منتخب أولمبي مع كابشاوي غريب يعني مين اللي ممكن يكون يفكر إي نوع العقلية اللي ممكن تكون تفكر كده الهدامة العقلية الهدامة اللي مش عايز النادي الأهلي يمشي في السيناريو الناجح ده ده الشنوي أحسن حرس مارما في النادي الأهلي أحسن حرس مارما في مصر أحسن حرس مارما في أفريقيا من الحراس اللي لفتت الأنظار في بطولة البرونزية في كاس العالم للأندية حاجات كتير هم عارفين الشنوي ما قبل حتى لو ببسطت في الميديا بيجيب لك الشنوي اللي كان في الجيش الشنوي اللي كان في بيتروجيت أنا مليش دعوة اللي دعوة هدلوقتي فين شنوي الأهلي شنوي الأهلي